وهذا يدلك على ماذا؟ على أن العقائد الآن المنتشرة باطلة لو كانت من الصراط لكانت واضحة مثلا من أكثرها انتشاران عقيدة الأشاعرة هي عبارة عن خمسين عقيدة جمعها بعض المتكلمين اختلفوا في تفسيرها حتى أن كثيرا ممن يقول أنه أشعري لا يعرفها ولا يتقنها فهذا الدليل أنها ليست من الصراط المستقيم ثم هذا الصراط الذي أنزله الله لعباده وأمرهم أن يتبعوه لمن أنزله؟ للعرب ولا العجم لمثقفين متعلمين ولا الأميين للصغار ولا الكبار لأهل البوادي ولا أهل المدن ولا أهل القرى للإنس ولا للجن لمن أنزله؟ للجميع فهل يعقل أن ينزل الله دينا للعرب والعجم والرجال والنساء والأعراب والحاضرة والبادية وأهل القرى والكبار والصغار والأفارقة والأسويين والأمريكان ينزلوا دينا ما يعرفوا لكم واحد هل يمكن هذا؟ لا يمكن فلذلك تجد أركان الإيمان وأركان الإسلام وإحكام الدين واضحة جدا لا يمكن تكون بهذا التعقيد بحيث لا يعرف إلا المتخصص ممن يدرس العقاعد الفلانية في الكتب الفلانية مع الشروح الفلانية حتى يصير أشعري هذا لا يمكن يكون هذا دين الله أبدا فإذا كيقول حتى الأشاعر اللي يقولون عن نفس أشعري أصلا مش فاهم عقيد الأشاعر وحتى يعني علماء الأشاعر أو كبارهم أو نظارهم أيضا اختلفوا في تفسير كلام من قبله فهذا دليل أنه ليس هذا من دين الله عز وجل والله ليس هذا دين الله دين الله كما قال جل الله وأن هذا شيء مشار إليه صح وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبلة فتفرق بكم عن عن سبيله نعم